طب أنا حقول لحضرتك بعض الحكايات عشان الناس أحياناً بتتأثر بحاجات كتير جداً يعني خليني أضرب مثل يعني لو مثلاً في حد اختلف مع حد وهو حي أياً كان الاختلاف في أي مجال في أي شيء وبعد ما مات هذا الشخص يرجع الناس يقولك شفتوا عشان اختلف معايا يعني احنا بقى دلوقتي يعني احنا دلوقتي حاخد حقي منه شفتوا عشان عمل فيه ايه اه أنا دلوقتي باخد حقي منه لأنه مات يعني وكأن الموت عقاب لهذا الشخص مرتبط به وهذا يدل على التراجع الوزع الديني أنا سأصارحك ومشاهدين ومتابعين معظم اللي موجود الآن إقامة طقوس دينية شكلية سطحية فقط لأن أصل الدين ليا شبه الدين بس ليش الدين أصل أي التزام ديني سواء كان في الشريعة اليهودية أو في الشريعة المسيحية أو في الشريعة الإسلامية كتب الله كلها يبقى لازم الأخلاق الحاكم على التدين الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن مكارم الأخلاق أنني لا أعاير الناس ولا أعيب عليهم يعني شفوا ما ربونا بقول لك ويل لكلهما ذات اللوم وذات اللوم بيصخر من الناس الله يفتع عليك هماز مشاء بناميم أولاً الناس دي غاب عنها أن الله يتجلب لطفه على الخلق يعني مثلاً ما همات ناس شيوعيين ملحدين سيتالين لينين كارل ماركس صحيح عادي لأن اللطيف والسطار بيصطر على الإنسان لكن لما يتبقى واحد يدعي إن فلان مات إنه هو هدده وقال له أنا هكون خصمك يوم القيامة بالزبط فقال لك هو خط جزاؤه هذا خطأ وهذا تصور خطأ أنت عارف ليه؟ لأنه هو حتى اللي قال عنه بيسوى هذه الكلمة هو نسى أو تناسى أنه هو شهيد من شهداء الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء اللي هم شهداء الآخرة هم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم خمس الغريق اللي مات في غرق الحريق مات في حرق صاحب الهدم اللي مات في أنقاض والمبطون شهيد كل من أصيب بمرض عضال مزمن بنسميه مرض الموت في الفقه الإسلامي فهو شهيد فهو شهيد وأنه فسائل اللي هي في سبب الولادة فكيف ينصب الإنسان نفسه حاكما هل الله أعطاه الوكالة أو الوصاية على الخلق؟ طب هو الله قال في القرآن الكريم إن الحكم إلا لله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم رب إن إنسان يعني عندك مثلا سيد الشوالق سيدنا حمزة بن عبد المطالب عم النبي أسأل الله يعني مات شر ميتا وهو من هو في الصبخ للإسلام فحضرتك أنا معك قلبا وقالبا إن فيه تردي أخلاقي ده كبير أوي جدا